المشكلات السياسية والأزمات السياسية بتتفرع وتبقى أزمات اقتصادية ومعيشية يعني ذي جزء من التبعات التي تكون مرتبطة بالأزمات السياسية يعني نكون فيه أزمات أمنية، أزمات مجتمعية، أزمات اقتصادية ذي جزء من الأزمة السياسية التي تكون هي في الأعلى فالآن نحن في السودان بنعيش أزمة سياسية وتجليات الأزمة السياسية تجليات الأزمة السياسية هي ما نعيشه الآن يعني كثير من الحاجات مرتبطة بهذه الأزمة منها الأمن يعني حتى انعدام الأمن والأزمة الأمنية الموجودة يعني المشكلات الأمنية الموجودة طيب شفنا زيادة الكهرباء فجأة ودون أي مقدمات طلعت زيادة في الكهرباء يعني رقم خرافي حتنعكس الأزمة دي ما على الكهرباء بس الاستهلاك يعني في البيوت أو في المصانع أو في المتاجر أو في المحلات العامة لا دي حتنعكس على كل الحياة في المصانع في المتاجر في غيره في غيره أضف إلى ذلك الاستغلال بتاع الحالة دي لأنه بيقى في جشع كبير وبقى السوق قابل للحالة بتاعت الجشع والطمع واستغلال المواطن تخيلوا لما كل الحاجة دي تتلاقى مع بعضها البعض وتبقى عب كبير جدا على المواطن طيب حذرت غرفة صناعة ولاية الخرطوم من أوضاع كارثية وزيادة كبيرة في مختلف أزعار السلع المنتجة محليا خلال الأيام المغبلة جراء زيادة أزعار الكهرباء الزيادة الجديدة هي بنسبة تصل إلى ستمائة في المائة حاجة خرافية وما في توضيح طبعا ولا في جهة طلعت للناس قالت نحن المسؤولين من هذه الزيادة حتى وزير المالية جبريل إبراهيم طلع قال ما في زيادة ما عارف طيب العارف منه طيب رئيس غرفة الصناعية لولاية الخرطوم عادي العبد الحليم في حديث لسودان تريبيون قال إن الزيادة ستطل كافة أزعار السلع نتيجة لارتفاع تكاليف إنتاج السلع المصنعة محليا بسبب الزيادة الأخيرة على أزعار الكهرباء وأن الأوضاع ستكون كارثية هي الأوضاع أصلا كارثية لكن نشوف وصف ما بعد الكارثية نشوف الوصف الممكن يكون معقول شنو ما بعد الكارثية ممكن يكون شنو الوصف يعني الزيادة دي بيقى فيها الكلو واطة الواحد للقطاع الصناعي بيقى بـ 26 جنيه ده كان معارف بـ 25 جري شو 26 جنيه طبعا الضعف يعني وصل مراحل كده الآن وصل لـ 26 جنيه يعني تخيل الكيلو واطة بياخد زمن المساحة أنا ما عارف المساحة الزمنية بتاعته شنو يعني لكن تخيل ذيكم في القطاع الصناعي بـ 26 جنيه والله المواطن دره جاوي يام صعبة خلاص يام صعبة أصلا نازع شننا لكن والقطاعات الأخرى طبعا السكانية وغيرها يعني بيقى الرغم خرافي وبعد أشوف القطوعات المستمرة يعني الناس مع التضخم ومع الأوضاع الصعبة دي تجي الزيادة بتاعت الأزعار الموجودة في الكهرباء وتؤدي إلى مزيد من تآكل رؤوس الأموال وخروج مؤسسات ومصانع ومعامل من السوق معناها مزيد من العطالة مزيد من التدمير للبنية التحتية والأساسية لأنه في مصانع كثيرة جدا توقفت عن العمل ما حتقدر تشتغل شنو تصنع شنو والبيشتري منه في حين أنه المساهمة بتاعته للقطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي السوداني بنحو 17% من الناتج المحلي السوداني للقطاع الصناعي طبعا طبعا ما في موازنة في العام الثنين والعشرين انشاء الناس سيكونوا يعرفين فتخيلوا الأزعار روجينا نحصيها من فترة تحت زيادة الكهرباء وزيادة المستمرة هنجد الوضع صعب 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 شديد